أجليات العربية أجلي لبنانية وكثير عالم نطرين شمس الأغنية لبنانية بجولة حفلاتها الجديدة بأستراليا أول شيء ما نقولك أهلا وسهلا فيك عبر أغاني أغاني مرفقينك عن المطار على جولة إن شاء الله رح تكون مكللة بنجاحه مثل العادة الله يخليك شكرا لكم الأولى مرة أولا ما كانت حفلات أستراليا أسطورة وأنا بحب روح على أستراليا يعني بكون ماشي من البلد قلبي تركته هوني لأنه مطرح بعيد بس آخر شيء بفكر إنه بروح بلاقي الملء كتير كبير والناس كتير بيحبوني فكمان بيزرعوا لي قلب جديد قلب بينبط كله محبة وشوق لجالية بتتشوق تجي على لبنان على طول على كل حال نحنا عرفنا من دابل إيت بروداكشن ومن الأستاذ ميشيل حايك إنه الحفلات التلاتة يمفولين ما في محل سولد آوت يعني متل العادة على كل حال ماشي جديد يعني مش عب خبرك شغلي أول مرة بتصير معي بشكر الله بشكر الله بقلك يعني وكمان ما بيهم بس يكونوا الحفلات كومبلي يعني إن شاء الله ربنا يوفقنا وهي دا بشكر الله عليه بس بيهمني الناس كيف بيظهروا من الحفلة إذا المبسوطين إذا رضيانين بيهمني إنه يكون قد المسئولية وقد هالمهرجانات والحفلات في شي كتير حلو صار هالمرة على إنستغرام عملتي متل استفتاء للفانز اللي بيربح رح يكون معك بكواليس الحفلات ويكون عنده صورة خاصة معي طبعا بيحقلهم ولازم أكتر من هيك كمان بيستحقوا أكتر من هيك لأنه بعرف محبتهم إلي وأنا ما فيني كافيهم غير بطريقة أني أنا شوي أتواصل معهم وأحكي معهم كانوا موعدين بعد جولة أمريكا بجديد وكانوا موعدين أنه رح يكون في إصدار سنجل أو ألبوم وين صاروا أنا كمان بس أنا جاهزة جهوزية تامة أغاني موجودة عم نحضر لفيديو كليب أول ما أصل من أستراليا ما رح نقدر ننزل أوديو بلا فيديو كليب لأنه بفضل ينزلوا مع بعض بخاف أنه نزل الأوديو ويحترق قبل الفيديو فعزروني لما وعدتكن أنا كنت جاهزة فعلا لكل الفانز اللي بحبوني ونطرين الجديد ولا مرة بحياتي أنا بجرب لكم كلمة ما بفعل فيها هادي أول مرة لأنه خفتي كون الأوديو سابق كتير الفيديو وهيدا الشي أنتو بتعرفوا أنه أنا عندي مشكلة بقصة الفيديو كليب دايما دايما بحب حافظ على صورة أنتو بتحبوا تشوفوني فيها والمشكلة هي أنه يكون في مسافة بين الأوديو والفيديو فمن شان هيك تحملوني بعد شوي لتحمل فترة طويلة بيتحملني أسبوع زيادة مش أكتر أو عشت أيام بما كوني رجعت وصورنا الفيديو كليب على أمل أنه يكون الأوديو يسبق الفيديو كليب بس أسبوع رح تكون راجعة مع مودة قديمة أو رح تكون كمان مثل ستايل آخر أغنية نزلتية لأنه ناس هيك شوية متشوقة تسمع مثل الستايل القديم اللي كنت تقدميه بالسابق ما رح أقول إذا كان بتشبهني ولا ما بتشبهني بهمني أقول إنه أنا حبيتهم إن شاء الله يحبونوا الناس أنا مفكر رحيخوذ العنوان لا رح تكوني ضيفتنا بيعيش والسهر نهار الخميس بحفلة كاملة عبر أغاني أغاني لبدة ساعتين رح تكوني أنت بأستراليا بس جمهوري كله بانتظار خاي أكيد هذه حفلة زحلة وأنا بشكركم وبشكر أغاني أغاني بشكر إدارة الام تيفي وبشكر المخرج كاميل تانوس وبشكر بشكركم يعني طبعا كل العاملين في بالام تيفي وبقلكون إن شاء الله دايما أنتو بتكون الصورة والصوتي اللي نحنا منحب نقدمه للناس ودي أختم معك بالفوتو ساشن الأخيرة اللي كتير أخدي سوكسي وحلوة ومبينة متل العمر فيها وهيك كتير جديد يخبريني عنا هايدي من بعد ما رجعت من قد تالنت التصوير بالاستفتاء اللي ربحوا اللي يكفوا معنوا للنصف نهائيات بالبيت عندي حبينا أنه نوصل شي جديد للناس لأنه ما حبيت كون نوعا ما أنا بوعد وما بوفي الجمهور بأغني وأنا ما نزلت قبل ما أمشي على أستراليا وكنت زعلانة قلت بنزل مجموعة إشياء جديدة بس هيك يممكن تفرحون شوي أجبك تالنت بيرفكت؟ بفتكر هيك هيدا أفضل موسم